أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافل ستر وعفية ثلاثة لأهالي قرية البلدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة لتقديم خدمتها لأكثر من عشرة ألاف مستفيد وذلك بمشاركة أكثر من 12 كيان من كيانات التحالف ويأتي تنظيم قافل ستر وعفية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لقطة الحماية الوطنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية